بالنسبة لمايونيز البيض نحتاج الى بيضة بحرارة المطبخ ملعقة صغيرة من الخردل او المطرد او المستردة قطعتان من الجبن مثلثات ملعقة كبيرة من الخل ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض قليل من الملح والفلفل نصف كوب من الزيت يا حبة ذا لو كان زيت زيتون نمر لطريقة التحضير نضع البيضة نضيف ملعقة المطارد الجبن مثلثات نتبل بالملح والفلفل نضيف ملعقة الخل نستمر بالخفق دون التوقف مع اضافة الزيت تدريجيا حتى نفاذ الزيت الآن نضيف ملعقة الليمون الحامض ونخفق للمرة الاخيرة وهذا هو المايونيز المحصل عليه رفقته بصلاة الأرز الخضروات مايونيز البطاطس نحتاج الى حبة بطاطس متوسطة مسلوقة بيضة بحرارة المطبخ اثنان من الجبن مثلثات هاته المايونيز تنتج كمية وفيرة يجد اقتصادية ملعقتان كبيرتان من الخل القليل من الملح والفلفل نصف كوب من الزيت نمر لطريقة التحضير نضع البطاطس نضيف الجبن وثلاثات البيضة الخل نتبل بالملح والفلفل نشغل الآلة مع اضافة الزيت تدريجيا نتيجة المحصل عليها نوجة كم مرحل الصالة نحن نضيف الجبن نشغل الآلة نحن نضيف الجبن بالنسبة لمايونيز الحليب نحتاج الى ربع كوب من الحليب بارد ملعقة صغيرة خردل او مطرد او مستردة قطعتان من الجبن مثلاتات ملعقتان من الخل او ملعقة خل وملعقة عصير ليمون ملعقة كبيرة نصف كوب من الزيت ملح وفلفل نمر لطريقة تحضير نضع المستردة والحليب نضيف الجبن مثلاتات نتبل بالملح والفلفل نمر للخفق بعد اضافة ملعقة الخل ملعقتين الخل نستمر بالخفق دون توقف مع اضافة الزيت تدريجيا نحصل على مايوناز رائعة دون ادنى زفارة لون ناصع البيض ومضاق جيد جدا بالنسبة لي هذه افضل انواع المايوناز رافقتها بسلاطة الارض والخضروات بالنسبة للكاتشاب نحتاج الى واحد كيلوغرام من طماطم جيدة يجب ان تكون طماطم جيدة جدا ضروعي سنحصل على كاتشوب رائع ربع كوب من السكر الاسمر يمكن استبداله بالسكر العادي ربع كوب من الخل ملعقة صغيرة ملح فص ثوم ورق غار او لورو او سيدنا موسى ملعقة كبيرة من نشا هاته اختيارية نقوم بتقطيع الطماطم الى اربع مع ازالة النواد لتجمع مبيدات بغير صحية وضيفه من الماء من افضل ساخن ماء ورق اللورو الثوم والملح ثم نأخذه على النار مدة خمسين دقيقة تقريبا نقوم بطحنه بعد ازالة ورق اللورو وتصفيته نضيف ربع كوب الخل والسكر الاسمر ونرجعه على نار هادئة حتى يتماسك ان اصبح متماسكا يمكن الاكتفاء بهذا القدر او يمكن اضافة ملعقة نشا مدهبة بالقليل من الماء هنا الكيتشاب اصبح جاهزا انظروا الى قوامها كيتشاب رائع رافقتها باجنحة الدجاج الامريكية المقلية سبق وان تطرقنا اليها في قناتنا يمكنكم الرجوع اليها وادية طاولة غداءنا لليوم شكرا جزيلا على التشجيع وفي امان الله شكرا جزيلا على التشجيع اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر